الحرب في الفضاء الإلكتروني قد تنقل إلى الواقع لتهدد حياة الملايين دراسة استمرت ثلاث سنوات أجرتها معاهد شانجهاي للدراسات الدولية ومؤسسة كارنيجي حذرت من أن الهجمات الإلكترونية على الأنظمة النووية يمكن أن تؤدي لنشوب حرب يستخدم فيها السلاح النووي وخلص البحث الذي شارك في إنجازه باحثون أمريكيون وصينيون إلى أن القوى الكبرى لا تفتقر فقط إلى آلية للتعامل مع خطر الهجوم على الأنظمة النووية وتحوله إلى حرب بل إنها لا تدرك التهديد الكامل لذلك ونبهت إلى أن الخطر قائم حتى لو كانت نية التجسس الإلكتروني على دولة ما دفاعية ذلك أنه من المحتمل أن ترد الدولة الضحية للتجسس بانزعاج شديد وقد تستخدم أسلحتها النووية قبل اختراقها محذرة كلا من واشنطن وبكين من الإنجيرار إلى الخيار النووي خاصة مع وجود تفاوت في القدرات النووية بينهما ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة حوالي 5800 رأس نووي يوجد في الصين فقط مئتان تنامي الخطر الإلكتروني بين القوتين العظميين تجلى على أرض الواقع فخلال العام الماضي اتهمت شركة صينية لمكافحة الفيروسات الولايات المتحدة بالتورط في عملية تجسس إلكتروني في المقابل اتهمت مايكروسوفت الصين باختراق برنامج البريد الإلكتروني لصرقة البيانات من باحثين ومؤسسات أمريكية وخلال جلسة استماع الأسبوع الماضي قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي إن مكتبه يحقق في نحو ألفي قضية ترتبط بالحكومة الصينية مشيرا إلى زيادة بنسبة 1300% في تحقيقات التجسس الاقتصادي على مدى السنوات الماضية إيلين يوسف العربية